أيام قلائل تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية التركية ومعرفة ما إن كانت البلاد الوجهة التي ستسلكها خلال الأعوام المقبلة سنركز في هذا العرض على الجوانب الاقتصادية والديمغرافية وأرقام لها دلالات في هذه الانتخابات التركية نبدأ من الليرة التركية فخلال الولاية الحالية للرئيس التركي فقدت أكثر من 77% من قيمتها وحسب إحصاءات إبريل الماضي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 45% أيضا نسبة التضخم تجاوزت 43% كما أن معدل البطالة في تركيا بقي دون تغيير عند 10% الزلزال طبعا الذي وقع في فبراير الماضي زاد من الأعباء على شاغر القصر الرئاسي أردغان فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال ستتجاوز 100 مليار دولار من الجانب الاقتصادي ننتقل للناخبين الذين سيكون 8% منهم هم من الناخبين الذين سيصوتون لأول مرة ويرى الكثيرون أنهم في أكبر مجموعة من الناخبين المتأرجحين نختم مع الفئة الأخرى السوريون الحاصلون على الجنسية التركية الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نذكر هنا أنه في يوليو من عام 2016 طلب الرئيس التركي منح جزء من اللاجئين السوريين خاصة أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية الجنسية التركية وهو ما أقره البرلمان وخلال السنوات الماضية حصل 230 ألف سوريين على الجنسية التركية من بينهم ما يقارب 130 ألفا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات الحالية الأرقام تعني أن نسبة السوريين القادرين على التصويت في الانتخابات المقبلة من مجموعة أعداد السوريين في تركيا هي 3.66% لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر